إلا كنسي أول مرة تشاهدي قناتي فما تنسي سنضمننا بالاشتراك بالضغط على الزل مربع الأحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل خاصية الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل جديد وخلوا لي رايكاتكم وتعليقاتكم وأعرائكم الوصفات الجديدة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا وسهل بكم معي من جديد الفيديو جديد ووصفة جديدة الفيديو اللي اليوم طلبوني لي هي سر من طفيلات هنا في اليوتيوب سواء في اليوتيوب ولا في الانستغرام ولا في فيسبوك يقولوا لي نظروا شيء زين في حروق الشمس والتصبغات بحكم عن ياسر من طفيلات متلي لهم الصيف ومتلي لهم البحار وصدوت البحار وذلك كامل ذلك علاق جيتكم بجوج ماسكات الماسك اللي هي عود معالج الحروق الشمس ويخلصنا منتصب بغاس ويوحدنا لون البشرة ويداويها والماسك الثاني اللي هي يغود مبيض للوجه يعني يبيض الوجه ويفتحه من بعد معالجناه بالماسك اللي هنضروا نضروا الماسك الثاني اللي هو مبيض لكن ما ينضروا في نهار واحد طبيعة الحال انتم وننوبوا فيهم نهار الاول نضروا هذا الماسك اللول ونهار الثاني نضروا الماسك المبيض ولي نقترح لكم مولي في هذا الفيديو طريقة 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 تعدال تونر منزلي طبيعي جدا ورائع ما ينصب عنه الطفيلات اللي ننصحكم عنكم الدخل والتونر هذي في عداسكم اليومية يعني يعود يعود بشكل يوم يتعدلو انا نظرك علي ما ينصب عنه عقب اي ماسك الرشي على وجهي كيف نقولكم دايما زين في المسامات يرتش على الوجه يعود بارد من ينتكملي من اي ماسك رشي على وجهك وحتى مولي من يتوالي رشي على وجهك رائع رائع سواء هذا التونر اللي نعطيكم ولا تونر ماء الورد ولا تونر منقوع الارز خارقين ياسر من التونر اللي هما مفيدين على البشرة وليومي اقصى لكم واحد فما نطور عليكم بكثرة الكلام نخليكم مع الماسكات وطريقة التونر اذا في الوصف اللي ليس علي جنا حرق الشمس وسوحد لنا لون البشرة وتخلصنا ملي طاش وحرق الشمس كيف قلت لكم لينحساجه البطاطا محكوكة بطاطا خضرة ما ما نسلقوها بيحتاج الملعقة من دقيق الزرع وملعقة من لياغوس طبيعي البطاطا يسيط في لات زينة قبالة تساعد بشكل كبير في تصفية البشرة لانها غنية بالنشأ خصوصا المديالها استخلصنا المديالها فرائع جدا كذلك ومثال بالنسبة لدقيق الزرع لما سوفر عندك دقيق الزرع سوف تدري ملعقة من نشأ او ميزينة وبالنسبة لي عرص طبيعي هو باش لنجمع هذا الخليط وإلا ما سوفر عندك يمكن لك تدري قطرات من ماء الورض لكن انا نفضل لي عرص طبيعي هو اللي نستعمل اذا بسم الله لنبدأ في طريقة سلماسك طريقة عادية جدا فقط لنقبغ ملعقة من اللي عرص الطبيعي ولي ننضيف عليها دقيق الزرع ونخلط المكونات جيدا يجب ان يتجانسوا عندي وبالنسبة للوطاطا الطفيلة كيف قدت لكم نستحلصوا المديالها ونضيفوه في وصفات نضيفوه للمديالها قاع ودقيق الزرع زينين حتى هو من لا نفس هذا الماسك تقريبا رائع بطاطا ما شاء الله في تصفيد البشرة نطبقوا الماسك على بشرة عود نظيفة مدة عشرين دقيقة ونغسلوه ونخط طولة الماسك الثاني قدت لكم انه مبيض رائع للبشرة هذا الماسك اللي هو المعالج للحروق والثاني مبيض وبالنسبة لهذا الماسك الطفيلات سرائع جدا من الماسكات اللي نبغيهم ويزاني لايسا نطرحه على وجهي لانه كيعود ملمس ديالو ناعم وزوين والذي كريح حقا على الباردة ديالو وتشهيك فعنك تنصري همثة اللاجود دياليها لوجهك رائع زوين كيف الكريم كلا اعتدارة كريم على وجهك رائع طفيلات وكيجي املس مولي المهم ان كيف تشوف معايا في الصورة اللي يحتاج العصير ليمون حامض يحتاج القليل من صفون الضوء مفشورة القليل فقط ويحتاج القطارات من ماء الورد اذا اول شي اللي نعدلو اللي هي نعصر هذي الليمون حامض نستخلص العصير ديالا وارجع معكم اشتركوا في القناة من بعد نصبوه عصير الحامض اللي عصرنا نصبوه على مبشور الصابون لهذا الشكل ونضيفوا قطارات من ماء الورد مولي ونخلوه ليلة كاملة في الثلاجة ونبدوه بالصابون على خاطرها ويقدر خليط كريمي وكان هذا هو شكله من بعد مباتس في الثلاجة كيف تشوفوا معايا ذابة الصابون وقعد على شكل كريمي نطبقوه على الوجه نطبقوه على البشرة 20 دقيقة ونلقاع نصف ساعة ونغسله طفلات هذا الماسك قلت لكم في الفيديو يعجبني من الماسكات اللي نبغيهم يزاني الله انت نديرهم على وجهي خفيف ومو مكدير خالقينش من الماسكات بزاك الله انت تغسليه من وجهك لهذا زوين ويشحيك عنك تديري على وجهك يعني ما تعجزي عن نوقاع أبدا ونتخطى وضريك لطريقة التونر اللي قلت لكم معاقب أي ماسك غير الرشو التونر لنقص على حديكم التونر ساهل وبسيط يمكنك تعدليه لا في الدار طبيعة الحال يتعدليه في الدار يمكن لأي واحدة تعدله حالة نظركم الفيديو لليوم هو سريع بسيط لنعطيكم تونر طبيعي للبشرة تونر ولا أرواع بنكهة البرتقال أنا هو اليوم اليوم أصدعكم البرتقال لأنه كيف تعرفوا موجود الحمد لله ودور دائما نستغل المسله موجوده نستغله في ماسكات وخلاطات للبشرة كيف نعرفه أصلا عن البرتقال الفوائد ياثر على البشرة لا زحصة ولا توعد خصوصا تونر تونر المهم المهم الأول شيء نعدله جبت قشر البرتقال وقطعت عن هذا الشكل وصبيت عليهم ماء الورد هذا اللي تشوفوا هون روما الورد من الأفضل تديرون ماء الورد إلا ما توفر عندك في دير ماء الغدير وخليتوا أسبوع كامل في الثلاجة أسبوع كامل إلي أن تلصص دير المياه الليمونية بطريقة بسيطة جدا فقط لهم صفوا هذا وندروف بخار وخلوه في الثلاجة وهذا نعود وعدنا تونر البرتقال وماء الورد طفيلات هذا طونر عجيب عجيب خطير أنا لا أستغنى عن طونر وعن مكعبة في الثلج لا أود تالي إما من نكمل من من نغسل وجهي من عمس إما نرش طونر على وجهي إما ندير مكعب من الثلج على وجهي بجوجهم فوائد هم واحدة اللي هي غلق المسام كيف نقولكم دايما عن الثلج فعال القبال فغلق المسام وهو التونر التونر يبقى في الثلاجة ترشيها لوجهك وهو بارد ويمكن لكم مولي نفس الطريقة تعدلها بالنسبة القشور الحامض حتى هم رائعين كتونر نفس الطريقة تشاركت معكم طريقة الحامض في الإنستغرام شيلو ياسر ميبطفيلات اللي يعرفون يوم يعودوا عقل أساليه نفس الطريقة فقط لها تدري قصر قصر الحامض وتثقع ثماء الورد والله مع الغدير لمدة أسبوع من فم تصفيه وتدريه في بخاخ وتخليه الثلاجة عندك تستخدمه عقب أي ماسك والله قاعد لا تتسوي اللي بغيت يرشيه على وجهك رائع رائع بكل وكان هذا وفيديو اليوم الطفلات إن شاء الله نعود فتكم ولو بالقليل وتشربوا هذا وجوج ماسكات وتردوا عليها تحت في التعاليق والله تردوا عليها في صفحتي على الإنستغرام بالنسبة اللي ما يعرفها صفحتي رأينا خليها لكم التحت في صندوق الوصف خلي لكم الرابط وتجربوا التونر مملي يرهوا رائع الطفلات لنسمى ننصحكم دايما بالتونر لأنه عجيب على البشرة ولهجبكم الفيديو وما تنسوا تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلك إن شاء الله كل جديد خليتلك الراحة ومعباس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر